اللي اتعربت جزء منها جي مؤثر و جزء منها راح لحماس و جزء منها كده هو دي الوقت يبصي فيه حاجة اسمها انصار الشريعة فيه حاجة اسمها كتيبة الليبية فيه حاجة اسمها كتيبة سباطي الخبراية وفيه بقى اشترك معهم مجموعات حسب تات الاخوان والجيش الحر اللي هو شمع شماوي ده هو ده تصرف على قطر والمجموعات دي كلها متحلفة لانها كلها في منطقة الشرق الليبي ضرمة درنا مصرطة والحطب يعني وبيشرف عليهم واحد اسمه اسمعين الصلابي او علي الصلابي ده اخوان اخوان يعني وجماعة فجر ليبيا دول اخوان اخوان يعني مباعين التنظيم الدول يعني وعبد الرازق الشحات وطبعا عبد الحكيم بالحاج كل دول قيادات وبيتعاملوا مع حلف النات وبيتعاملوا مع قطر عالم وموجودين في منطقة تعتبر غرب مصر وشارق ليبيا اللي هي كان الجيش المصر تلع ضربها كزا مرضا ومتوجدين بكسافة هل موجودين مباركزين على الحديث رابولك؟ اه موجودين ممكن المعسكرات اللي بتتدرب بتتنقلي بس موجودين موجودين بكثرة وبدأوا يهربوا من سوريا والعراق عبر تركيا الى ليبيا عدد المقاتلين من صميم تسوكو داشة؟ ما عرفش من كانوا بيقدرون بربعة تلاف مم نصف الاخوان من هم؟ لا الاخوان اي وقت يحشدوا ناس كان عددهم الفين لحد ما ورثة حبك الفين من تسوكو من ضميم تسوكو داشة؟ اه من الاخوان ومن حزيمون من اجمالي بربعة تلاف بس كانوا من ضميم لجيش النصر اكتر هكذا متوقع اولا بشتك ايجاني مصطرح العقبون من ضميم تسوكو داشة ده مصطرح احنا عطان هذه المرحلة او بيشتكو داشة؟ اه بينتقلوا فان مين بقى مين التنظر المبولة على الارض؟ هو بصي عنصاربة المقدس عنصاربة المقدس دول توتال من التقفل المجموعات قولها اندمجت مع بعض بتدعموا جماعة حاسم والواق الصورة وطلائع حاسم لا اسمكو هيا هي حاسم هما كل بيشتكو ايمن عبدالعزيز جوز بنت خيارة وعشتكو كده ومعاهم تلفون اتصالات امر صناعي سو مشخير اسرائيل اسم؟ مشخير مركة اسرائيلية اسمها مشخير بنتصلي بالامر الصناعي اسرائيل معايا؟ عشان ما تتبعوش انتينه ام مصر وبياخدوا صور الاخمار الصناعية من الامر الاسرائيلي ومن الامر التركي وبيستعالوا بالحاجات دي كلها تنويد بجبنة؟ لا تنويد معروف قطر لعنوا قطر والتنزيم قطر والتنزيمة هم التنويد ده بايش سنوية؟ مليارات مليارات هتحولوا الى خلايا نائمة لو وهصلوا اسر experiencing اروبا هتحولوا الى خلايا نائمة لو وصلوا دول مستقرة زى مصر وحاوظو هوطح المزرات هتحولوا الى هيوصلوا لو وسلم مجموعات بسيطة ها هيوصلوا قريبوا يعosos اعرفواε اعرفواه تدخلوا فيه ناس هتعرف تدخلte ماjer ماذا خطرة فادي حاجة من خايا جميع هايجا عدتها لا اصدية هتبقى خلايا نائمة ما بتتحركش لزجالها او من من برة فهو مقدرش يتحرك هو قاعد خايا هتقول اخطر من العنصة الموجودة اللي هي على الارض من زمان يعني هتبقى هو خطرته ان هو في وسطك ممكن يفجرلك في وسط البلد يعملك تفجرات في المولاد يعملك هيدا الخطوة الكنيسة زي الكنيسة البطرسية ما يقول دي خلايا نائمة لا اكثر 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 احترافه في العاملات الخطوة اكثر احترافه ومتدربين وبايسين بس سهل هزيمتهم ما تنسيش ان الجيش السوري بيحرمهم بلو ست سنين والاخر انتصر عليهم سبع سنين والجيش السوري ضعيف ومتحاصر من كل حت اي نعم دخلت عناصر قوته اه بس ستانين كانت بتدعموا امريكا علنا وتركيا علنا وانا في لقاء في لبنان ساعة الفين وخمستاشر كنت في خناة الميادين والتقيت بناس من حزب الله عشان اروح اعمل حوار عندهم في خناة اسمها المنار حاولوهم انتو اللي معادكو في سوريا انتم مفروض تخرجوا من سوريا عشان ما تخسروش شعبياتكم اقولو هنه مستعدين نخرج كلنا في اطار اتفاقية كاملة مش ما يعني احنا بس اللي نخرج اعم بتخرج داعش واخرج النصرة واخرج كل الاجانب اللي جويين لسوريا اعم يخرجوا واحنا نخرج. مم. بس. اقولهم ايه? مم. يعني بتحزبه الله انا بقولهم ليه انتم عديد سوريا مفروض تخرجوا منها ومكوش دعم مشاكل سوريا وخلوكوا في قضياتكم. قالوا احنا مستعدين نخرج من سوريا بس كل الناس تخرج. كل الاجانب تمانين الف اجنب جايين لسوريا. يخرجوا واحنا نخرج معهم. هاي احكام اللي احنا نخرج مصير حيث مدرقة. اصدوا الجاهزين للاستخدام. يعني هو بيدخلهم ويطلع فيه عناصر بيرزرعك خلا نائمة توقف جوه. جوه كيف? جوه البلد. ننزل يعيش في البلد. ازاي العائلة كانت عايش عن ديكارفور دي. هنا عندنا. اه ما كانوا مقجرين شوء عن ديكارفور. من سوريا وده? لا كانوا من ناصر حاسب. ما هم كانوا عائدين من سوريا العادة. اه. يعني كانوا عائدين. اه. وبينزرق اشجاره هناك مسكن. اه. وبيبدأوا بقى ايه? اما يجندوا ناس من منطقة خلايا عناصر جديدة. اما يبدأ هم من يتحركوا يعملوا عمليات. كده. فاما بيدخلهم يزرعهم خلايا نائمة اما بيحتفظ بهم جوبهم. برفوا معسكرات بيدخلهم. اعملوا عمليات ويطلعهم. النسبة الاغلب بيبقى كده ولا كده? لا الاغلب بيبقى في المعسكرات. عشان يخافز عليهم يعني? اه. ومش ايه حد يعرف في انتو يدخل يتخفى جوه. بنسبة كم في المية بيسيبهم خلايا نائمة جوة وبنسبة كم في المية؟ لا اصوانا بيدخلش مصر يعملوا بخلايا نائمة جارة المصريين. مين اللي اسهل او مين النسبات الفائزة؟ بص يا ناظريك على حالة. انا السبب وقلتلك. اه. ان الشاب المحبط هو ده خامة كويسة على ناصر الحب. اه. فنسبة الاحباط والشاب بالناصر عالية جدا. وهذا الشباب المحبط المتعلم. اه. هو ده الخامة الجهزة للتجنيد من قبل الجماعات الارهابية. يعني هو دكتر دي بالنسبة لي هدفه من شاب المصري المتعلم. المحبط. مش يعني كده من المتعلم هم عليهم عليه اه. من اللي مش متعلم. اه. بيقدروا شرحوا له قضيتهم. اطنعوا بيها. هو نفسه بيبقى عنده نظرة اه. عدم رضا على الدول. صاخت يعني. اه. 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 او ده خدت العائدين. هو اكيد اه اكيد الامريكان عنده. اه. لان امريكا الدولة الاودة في العالم. اه. اللي هي اه. صبخة في البيانات وقاعدة البيانات. وعندها مراكز مراكز كتيرة جدا بحسية. بترصد كل حاجة بتوصلها الامريكا دولة قوية في المعلومات يعني. احنا مش عارف. اكيد امن الدولة عنده بس مش هكون على كفاءة المخابرات الامريكية طب. انا اقولك على فكرة. عارف الامر. عارف الامر. اه. فيه تعاون امني. فيه تعاون امني بين مصر وبين مصر. انا اقولك على حاجة الامريكان كوهنا عامل هنا في افغانستان. كمفاتحين في مهتر بشاور. مكتب لبان امريكا. لبان? الشركة التغيران امريكية. اسمها بان امريكا. بان امريكا. مفيش تيارات بتروح هناك. طب المكتب ده مفتوح ليه? ده مكتب مخابرات. شغلتهم. يرصد كل المنوفيستو بتاع التغيرات اللي نزة الاربا شاور. يطلع العرب. واه. قاعد بس ياخد البرير بتاعت المنوفيستو. مم. فطبعا هم هانا عاملين في اسطنبول كده وعملين على الحدود مع سوريا كده. بيجوا عند نقطة الحدود يوم وحطين ايه? اه. سوريا انه عندهم بس مش هكون كفاء. بس عندهم طمام. هل ممكن مصر بتطلب. اه بتطلب وبتاخد. اللي عاوزه بتطلب. يعني هل هل بهزبالجين عندنا معلومات قاعدة بدينات عن الناس دي? اللي عند سوريا عندك. سوريا ومصر بيتعاونوا جامعة في المعبولة. الامريكان بيعملوا بيجوا على نقطة الابور. اه. يوم عامل مشتشفى ميداني. اسعاف. مشتشفى صغيرة كده. كل اللي داخل طعم. كل داخل ايه? طبعا بتطعم بتديله الايه? اسمك وبانا. الجواز. بس طعامك وطعامك فبياخد كل اسمك اللي داخل ايه? بترصد العناصر اللي بتدخل. بتتعرف ان ده مطلوب ولا مش مطلوب سافر ولا مسافرش سافر باسم ايه? اسمه الحقيقي ولا اسمه المستعار? كل ده بتكتبينه عن الشخص. بس هو اللي احنا بنقوله ان اه ان عشان الدولة تنتصر. اه. على الحركات الارهابية دي لازم اعني لها زهير شعبي والتفاف شعبي. اه. لا العقدون من. اه. العقدون من داعش اه. اه. العقدون ده سوريا والعلاقات. اه. العقدون من افغانستان. لا طبعا العقدون من سوريا والعراق لان افغانستان دي كانت زمان وكانت حاجات بدائية. والناس كلها كبرت في السن خلاص. يعني انا واحد ناس كنت شاب الزغير دلوقتي انا عندي اتنين وستين سنة. لا انا ما تكلم وقتها? ما تكلم الزافرة? لا 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 ما كانش فيه. على دول ملا. لا ما كانش فيه الدواعي للسودان مع الدولة. ما كانش فيه دواعي? ما كانش فيه الدعي للسودان مع الدولة. يعني احنا لما رجعنا من افغانستان ما عندناش وازعي خلينا اصطدم مع الدولة. الدولة اخترعت الصدام معنا. ازاي? يعني كان مطلوب منها تصفية العناصر العائدة من افغانستان. لان بعد ما انتهت الحرب مع روسيا. امريكا دعمت بنزير بوتو. وكان برنامج بنزير بوتو يتضمن ثلاث حاجات. اا اعتقال المجاهدين العرب. وترحيلهم الى بلاده. طبعا كان فيها بس بترحيل العراق بتتقتل. اللي بترحيل لليبي بتقتل. اللي بترحيل لمصر ازاي كده? بيتخل للسجن ما يتلعنش. اللي بترحيل للسعودية بتسجل. ترحيل المجاهدين العربي تتخلص منه بقى اخراس قدهم همتهم في امريكا عود تتخلص منه. فتح المفاعل النووي الباكستاني للتفتيش. توقيع على معادة عدم اتشار السلاح النووي. بصرف النظر عن توقيع الهند او عدم توقيع. عشان كده منازير بوتوت قتلت. معايا? امريكا دعمت منازير وسط للحكم. فما كانش فيه ما يدعو العائدون من افغانستان الى الصدام مع الدول. الدول هي اللي اخترعت الصدام مع ها. والان فيه دواعي. فيه دواعي. وفيه تحفيز وفيه تشجيع وفيه تبني للصدام مع الدولة. يعني احنا لما احنا احنا لما نرجع من افغانستان وحبنا نصطدم مع الدولة ما هيش عيساعدنا. دلوقتي فيه دول بتساعدك. قطر وتركيا واسرائيل وامريكا. طب داعش والنصر قعدوا في سوريا سبع السنين والحد دلوقتي موجودين. ما دربوا الصاروخ غلط على اسرائيل. غلط. وبينه وبين اسرائيل ما فيش حاجة. على فكرة الحدود السورية الاسرائيلية عندها جيش النصر مش الجيش السوري. الجيش السوري على بعد 12 كيلو من الحدود. اول نقطة للجيش السوري. استهدفوه لان مبارك والي استهدفهم الاول واقتلوهم علاء موحي الدين واقتلوهم. كزا واحد صفهم تصفية جسدية. معايا? وكان بيعتقل الناس ما بيطلعهمش. انا واحد خمسة وتلاتين افرقوا دائما ولم يفرج عني. ما هيك انفصدت عنهم لان فكرة تكفير انتشر عن رجل شرعي. هاي كنتينهم كفروا بعض. كفروا بعض. طيب ما نسبتوهم عشان كده. تكفير بداية التكفير وابداية القتل يعني. ما شاءت مع التكفير والهجرة موجودين من زمان. التكفير دا ما يتحركش لازعاد حرقوا. هو مش عين يأكلوا. انصار بيدي المقدس لنعرفهم واحد واحد. محمد فريق دا كان صحبي. شاد المنع دا كان صحبي. صديقي. وعال من عال يا صوان ما كانوش يقيم يأكلوا. لما الاخوان دا حرقوا. اه لقوا. لقوا حد حرقهم وبعدين الحكومة غلطت قاتلها. خدت العيال دي ما كانوش عرفوا حاجة في حاجة. حبستهم مع النجون من النار. تكفير. اللي هما انضربوا حسن أو باشا. اعادتهم مع بعض في مراتب. في عمبر واحد. اللي علموا تكفير. كانوا اصلا دا نصهم كان بيبيع بانجو. وجاي ليه يا ابني جاي اصلي ابن خالي نام عندي. اصلي ابن اخوها عد علي واخد مني عشرة جنيه. معاي? يعني خمسمية واحد جايين كده. في احداث طبا وذهب. ستة الفين واربعة. معظم اللي علم اللي اتحبسوا دول. اتحبسوا ليه? اصلي ابن عم كان مطلوب وعد علي خد مني من الجنيه. اصلي ابن عم كان مطلوب وينام عندي يومين. اصلي ابن عم يجاي مش اصلي ابن عم اصلي ابن عم. ولا يفهموا حاجة ولا كانوا بيصلوا. الهكومة خديتهم حطيتهم في عمبر النجون من النار. التكفير والاجراء. حلمي هاشم كان موجود. اللي هو مفتي داعش دلوقتي. كان ده زبط في الشرطة وتفاصل. حلمي هاشم. ده زب قيادات داعش مصريين. اه. لا القيادات في الجماعات التكفرية كلها والمجرمة كلها مصريين. يعني المصريين انت امازوا بالقيادة. يعني دول مصرهم فين? اه عربانين. هاي يبقى لهم موجهة اخرى. لا هي يعني موجهة اخرى. ده اي دولة امينة تركيا افغانستان دولة من الدول اللي هي عارفة اشوفية. يعني هي مرحاية الرقوع اللي يتكلم عن انهم هتجابوا افغانستان تاني ده صحيح. ممكن اعم. يعني القيادات مش هتجاب عاصل. لا. لان افغانستان بالنسبة لهم دولة امينة. وليبيا طبع. اللي عاوزوا اشتراك لهم. لو مخطط دلوقتي تحييق انت الاستقبال عقيدون الجاكش وصولة. اه. 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 وتحييقهم. هو تحييق المجموعات دي لاستنزاف الجيش المصري. اه. مش مهمة انتصر على مصر. اه. مش مهمة انتصر على الجيش مش هيحصل. واللي اللي بي حراركم عارف.